موسيقى القارئ والمنشد الشيخ معتصم بالله العسلي المولود في حي الميدان بدمشق نشأ في أسرة قرآنية توارثت حصن الصوت وأتقنت فنون التلاوة والإنشاد فوالده الشيخ محمد عرف العسلي قارئ القرآن الكبير ومنشد أعظم الألحان في المدائح النبوية بدأت بتعلم القرآن عمري كان سبع سنوات مع الوالد والدي الشيخ محمد عرف العسلي وطبعا كان أخوتي كلهم يقرؤون القرآن وطبعا في دروس العلم عند المشايق وفي حلقات المساجد وتعلمت هناك القرآن وأول تقريبا مسابقة كانت عمري 11 سنة ذهبت إلى إيران مسابقة كانت في إيران يعني أحرصت فيها من المراكز الأولى الحمد لله وطبعا أنشدت حتى هناك أنشدت وكتبوا في الجرائد كانت وقتا الطفل المعجزة ويبكي الحاضرين يعني كانت تقريبا أصغر متسابق في ذلك الحين وحتى ذهبوا بي وقتا إلى الرئيس الذي كان رئيس إيران وقرأت أمامه أيضا ومن ثم ذهبت إلى لبنان في مسابقات أخرى والحمد لله كانت كلها أكون في المراكز الأولى بفضل الله تعالى واستمرت طبعا مع الوالد في قراءة المحافل داخل سوريا ودمشق حصرا وفي المحافل الرسمية على الشاشات التلفزة السورية ومن ثم بدأ المشوار يكبر ويكبر والحمد لله كان في قبول عند الناس والإنسان طبعا هذه الموهبة من الله سبحانه وتعالى إما أن يسخره في طاعة الله أو يسخره في معصية الله وشكر النعمة أن تؤدي هذه النعمة بما يرضي الله سبحانه وتعالى والحمد لله أن الله وفقني لأكون قارئ للقرآن ومنشد يعني يكون داعية للناس بصوت جميل وأداء حسن الحمد لله طبعا في ربما في بلاد أخرى كمصر مثلا يتخصصون الغالبية العظمى يتخصص القارئ في القرآن فقط لا يكون منشدا لكن في البيئة السورية عندنا واختلفة قليلا في هذه الناحية الأغلب يعني بشكل عام يكون القارئ منشد أو منشد قارئ يعني بنسبة معينة لأنه عندنا الحفل الحفلات يعني تكون بدايتها القرآن الكريم بأي محفل سيكون قرآن كريم ومن ثم الإنشاد ناهيك عن أن يكون هناك حفل خاص قرآني كامل يتلون القرآن وخاصة عندنا حتى في الشام في طابعة للتعازي عندنا يكون في المآتم في قراءة قرآن أيضا تتفرغ في فقط ثلاثة أيام لقراءة القرآن فهذا الذي يعني ربما بشكل عام وبشكل خاص للأسرة أن الوالد كان يقرأ القرآن في التلفاز السوري وهو من المقرئين الأوائل وكان له فرقة أيضا فرقة إنشادية فجمع بينهما والحمد لله لم يؤثر أحدهم على الآخر فكان القرآن له الوالد كان يسمى المنشاوي الدمشقي شيخ القراء رحمه الله الشيخ حسين خطاب كان شيخ قراء بلاد الشام أسمه المنشاوي الدمشقي لما له من خامة تشبه الشيخ المنشاوي رحمه الله وبالإضافة للإنشاد فكان إنشاده أيضا يمتدح فيه ويثنون عليه المشايخ لما يكون له من كلام طيب وأثر طيب على الناس بشكل عام لكون منصفين وصريحين ربما القراء القدامى من مصر كان لهم السبق بإطفاء ولو لمسة معينة على جميع المختلف القراءات في العالم العربي لكن في الشام ربما لم يتميز الكثير من القراء ربما عدم إظهار الكثير على الشاشة في مصر عندهم ما شاء الله الإعلام بشكل كبير كان موجود إضافة للإهتمام في هذا المجال مجال قراءة القرآن كالقراءة المحافل عندنا اشتهرت بلاد الشام في تقرير القراءات والحفظ والإهتمة المدارس عن أن شيخ القراء يعني يضرب بهم المثل في العالم الإسلامي بتخصص في هذا المجال فكان عندنا المجال التحفيظي والتقرير وتعليم التجويد أشد والإهتمام الأكبر من موضوع القراءة المحافل يعني كانت عندنا قراءة المحافل هي أمر شخصي يعني أنت تنمي الموهبة ليس عندنا مؤسسات مخصصة لهذا المجال وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت طبعا يعني ليس لها كثير ربما تفاعل كالجماهير الأخرى طبعا كما قلت لك التأثير سيكون من ربما في البداية الإنسان يستمع بعدها يكون له طابعة خاص والحمد لله كان نوعا ما لي طابعة خاص يعني بشهادة كثير من القراءة الكبار في مصر وفي غيرها لكن النمط السوري كما قلت لك له خاصية بموضوع المقامات يتوسع في موضوع المقامات بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل إن لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأنفال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز هو الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون له الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بالنسبة للمقامات في هذه الآيات التي قرأتها بدأت في مقام الرصد طبعا هو المتعارف عليه يبدأ القراء بشكل عام بمقام البيات ومن طبقة إما الوسطى أو القرار هكذا المتعارف لكن بحكم الآن على شاشة ولقاء يعني سريع كما يقال يعني نحتاج إلى أن نكون في الطبقة العليا مباشر فكان الرصد ثم النهوند ومن ثم الجهاركا وطبعا بينهما كان عدة فروع وختمت في الكرد يعني رجعت إلى مقام البيات طبعا أحكام التجويد هي واجب على كل مسلم ليست للقارئ لكن القارئ أوجب عندما يكون الإنسان يكون قارئ من الضروريات والأوائل يكون مجودا هذا حتى في النسبة أقول أنه دائما حتى للمنشد ناهيك كما قلت لك أن التجويد حتم على كل مسلم أن يقرأ القرآن في التجويد ويتعلم الأحكام التجويد وخاصة أن الأحكام التجويد تظهر مخارج الحروف وتقوي يعني حتى تقوي الصوت وتقوي الأداء القارئ عندما يكون قارئ يصبح منشد يكون أقوى من المنشد القارئ يعني يتمكن عندما يكون متمكن الإنسان في القراءة يكون أسهل عليه الإنشاد فطبعا القرآن الكريم له أساليب معينة في التلاوة فكل محفل له يعني القارئ يجب أن يكون يعني ينظر إلى الجمهور وما يناسب نمط القراءة النغمية التي تكون مع الحضور وحسب المناسبة يعني ربما المناسبة تكون حزينة يقرأ مثلا في مقامات الحزن تكون مثلا فرح يكون النغم مختلف عن النغم الحزن وحتى الآيات اختيار الآيات يعني يجب أن يكون القارئ موفق فيها ويتبه إلى الوقف والابتداء يعني هؤلاء الثلاثة من أوجب ما يكون للقارئ خاصة القارئ المحافل الإمام في الصلاة الذي يقرأ في الصلاة أكيد له يعني خصوصية وهو متمكن في تلاوة القرآن الحذر كما تسمى أو الترتيل التي تكون في الصلاة فيه يكون متمكن فيها ومع ذلك ربما نجد بعض الآئمة في بعض ما نصلي في المساجد يكون هناك أخطاء مثلا فيجب أن تكون حذر عند القارئ هذه المسائل الموضوع للقرآن الكريم أيضا يعني مرة دخلت إلى حفل ورأيت القارئ يقرأ يا أيها الذين آمنوا واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقول لمن يقتلوا في سبيل الله نحن فايتين نفرح بالرجل لتزوج وليس نعزي شهيدا فالاختيار الآيات يجب أن يكون للقارئ ينتبه لهذا الموضوع شارك الشيخ معتصم العسلي كقارئ ومنشد في عشرات المناسبات والمحافل الدولية وتسابقت الإذاعات والقنوات الفضائية لتسجيل القرآن الكريم بصوته حيث سجل القرآن الكريم كاملا لعدد من القنوات الفضائية الدينية كما يشارك كمحكم في النواحي الفنية في المسابقات القرآن الكريم ومن بينها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم تجاوزت شهرة الشيخ معتصم العسلي حدود وطنه سوريا وبات رحالا يجوب بقاع الدنيا يحيي المناسبات الدينية ويأم المصلين كما تنتشر عبر العالم أناشيده الدينية وقراءته للقرآن الكريم فهم بين قلة من القراء الذين يجمعون بين قراءة القرآن والإنشاد الديني بالنسبة لي رأيي أما أن تكون في النغم تصوير معاني الآيات يكون في النغم وهذا أيضا من الضروريات للقارئ المتمكن وقارئ المحافل وحتى قارئ الصلاة لكن الإحساس هو أعظم من النغم تقول أنت نغم مثلا النهونت والنهونت معروف له يعني حساس يقال عنه بلونه أنه يدخل إلى القلب مباشرة هو مثلا والكرد مثلا أو الصبا الحزين الذي يبكي العيون لكن إذا لا يمكن أن يكون في إحساس مع التلاوة وشعور في الآيات التي تقرؤها لا يظهر هذا فهو الإحساس قبل النغم يعني يقال نغم ويقال حس النغم فيجب أن يكون متمثل هذه الأثنتان في القارئ أن يشعر في الآيات التي يقرؤها وعندما يشعر طبيعي جدا أن يكون هو يتفاعل معها في النغم ويأتي بالنغم المناسب يعني لا يأتي مثلا في آيات الجنة يأتي لها في الحزين وآيات النار يأتي لها بالنغم المفرح يعني طبعا مثلا نذكر الآيات مثلا الله سبحانه وتعالى التي وعد بها المتقوم في الجنان مثلا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها نروا ولكن ذابا جزاء من ربك عطاء حسابا طبعا هذه كما قلتك آيات مثلا الجنة والبشرى من الله فتكون ربما بأسلوب يتناسب مع هذه الآية لكن عندما أتي لي وصف مثلا الأهل النار والعياذ بالله مثلا يجب أن يكون النغم مختلف وسيقا الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين طبعا أنا أحضر كثير من المهرجانات الدولية والعالمية بعضها يكون مختص للقرآن الكريم وبعضها يكون للإنشاة يعني أدعاك منشد وبعضها أدعاك قارئ يعني في كثير من البدان وأنا أصلي أيام إماما في صلاة تراويح في رمضان والحمد لله في كل رمضان أكون في دولة من الدول العربية والأجنبية حتى للجاليات المسلمة فكنت إمام تقرير أربع سنوات في ماليزيا يعني أمام الملك وأمام رئيس الوزراء وتكون طبعا منقولة على العبر الأثير وطبعا في لبنان وفي الأردن وفي الإمارات بجامع المسجد الشيخ زايد كان أيضا على التلفاز على الهواء مباشرة وفي عدة دول يعني كل عام أكون في إما في دولة واحدة خلال هذا الشهر أم متعدد السفرات يعني خلال رمضان وأيام أكون في نفس المهرجان أقرأ القرآن وأنشد يعني القرآن رسالة عظيمة وهو كلام الله وهو أعظم كلام في الوجود لا يعدله كلام لكن أيضا الدعوة إلى الله تحتاج إلى أساليب وإلى أمور متعددة ومنها الصوت الجميل يعني عندما يكون إنسان قارئ للقرآن تقرأ في بداية المحفل وثم تنشد ما ينفع الناس وتذكرهم بآيات الله يعني عندما تقرأ مثلا أو تنشد أبتي يعلمني القرآن تذكرهم بكتاب الله يعني مثال مثلا أبتي يعلمني القرآن لأعطر منه الأكوان أبتي يعلمني القرآن أبتي يعلمني القرآن لأعطر منه الأكوان كل إنسان له جمهور معين يعني هناك مثلا للقراء جمهور للجميع لجميع القراء لكن بنحية خصوصية لكل إنسان يهوى قارئ معين لكنه يعرف جميع القراء والمنشدون أيضا كذلك جمهورهم واسع ولهم أيضا للجميع مكان عند الجمهور لكن كل إنسان سبحان الله له وقع بالمنشد ربما يكون صوته جميل ربما يكون ليس له صوت جميل ربما الشهرة يعني ربما الإنسان يعني بعض الناس تتبع المشهور كما يقال لكن ليس المشهور دائما أن يكون صوته جميل ربما يستعمل كما يقال الآن مثلا الوسائل الحديثة يعني بعض التحسينات للصوت بعض الترتيبات حتى أنا عندما بدأت في أول ظهور تقريبا خارج سوريا في قناة الفجر سجل تقريبا ختمة مصورة مجودة ومرتلة فكان يقول لي صاحب القناة الشيخ وجدي كان يثنون الناس كثيرا على التلاوة وحتى الشباب الذين كانوا يستمعون إلى الغناء مالوا إلى القرآن ربما نحن يعني لم نستطع قديما أن نوصل هذه الرسالة عبر الإعلام رسالة القرآن الكريم بصوت جميل وبأداء حسن وحتى لو كان الستوديو جميلا وكان وسائل العصر الحديث موجودة لا مانع يعني كثير مثلا كنت أحضر في شاشات التلفزة قديما وأنا صغير يقول المخرج مثلا يجب أن إذا كان القارئ قرآن يجب أن يكون على الأرض مثلا وله طابع معين بمخيلته كما يقال عننا مثلا الدرويش أو كذا يعني مساكين كأنه القرآن للمساكين فقط لا القرآن أعلى أعلى شيء في الوجود يعني هو دستور الحياة يجب أن يكون مكرم ومعظم فيجب أن نوصل هذا القرآن بأسلوب يعني بأسلوب رائع وشيق للناس وخاصة في هذا العصر والحمد لله الوسائل القرآن الكريم اليوم تطورت جدا يعني مسابقات القرآن الكريم في جميع أنحاء العالم وأنا حضرت عدة مسابقات كنت فيها محكم للأصوات والتجويد بفضل الله فرأيت يعني الاهتمام من الدول حتى الوسائل الدول يعني اهتمام جميل جدا في القرآن الكريم لكن عبر وسائل الإعلام يجب أن يكون لها نظرة أخرى يعني ترتقي قليلا عن الواقع جميل هو الآن لكن هناك أجمل لصورة القرآن وللقراء أن نظهر القراء والقرآن الكريم بطابعة يتناسب مع القرن الـ 21 هناك كثير من القراء المغمورون يعني في الوسط العالم أصوات رائعة وهائلة ما شاء الله وطاقات كثير أجد أنا من القراء الشباب بحاجة لمن يعلمهم تلاوة تلاوة القرآن الكريم أنا أتحدث عن التحفيظ وأحكام التجويد هذه الحمد لله بشكل عام منتشرة بكل البلدان لكن كطريقة مختصة لتعليم تلاوة القرآن بصوت جميل يعني شبه مفقودة تقريبا في العالم الإسلامي بعض المدارس ربما تكون في ماليزيا أو في مصر فقط لكن بشكل عام لا يكون اهتمام للصوت وهناك أصوات جميلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول زينوا القرآن بأصواتكم وزينوا أصواتكم في القرآن والنبي حث أنه ليس مننا من يمتغنى بالقرآن يعني عندما أصل الرسالة القرآن بصوت جميل ويتأثر بها يعني بفضل الله وكان كبار القراء سابقا يستمعون له من غير المسلمين يستمعون للقرآن ربما يقول القائل هو لا يستمع من أجل القرآن بغض النظر هو يستمع أنا أريد أن يستمع للقرآن بأي أسلوب بلغ عني ولو آية ربما بآية معينة يتحول كما يقال الصلحة بلمحة سيدنا عمر أو الخطاب آية من القرآن حولت مساره كاملا وهكذا يعني نحن يجب علينا إيصال هذه الرسالة لأصدقاء يعني مسيحيين في باريس مثلا في أمريكا وفي يستمعون يتابعون أي إصدار للقرآن كريم يطلبون بشغف أن يستمعون إلى القرآن والله أحد أصدقاء منهم يمكن وزع سيديات للقرآن أكثر من ما وزعت دائما ينسخ السيديات فالصوت الجميل له أثر عند النفوس والقلوب وخاصة في كتاب الله عندما يتجمل هذا الصوت بآية الله هذا الكلام الرائع يكون أكيد له نصيب في القلوب بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم صدق الله العظيم لحافظين 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 لحافظه لحافظين شكرا